القبر وصية إخفاء وإعفاء هارون والضباء التاسع والستون غار في الأرض السبعون أسري به إلى السماء عن أم كولتوم عليها السلام خرجت أشيع جنازة أبي عليه السلام حتى إذا كنا بظهر الغري أخذ الحسن عليه السلام المعول فضرب ضربه فانشق القبر فلا أدري أغار سيدي في الأرض أم أسري به إلى السماء إذ سمعت ناطقا لنا بالتعزية عن الإمام الباقر عليه السلام كان في وصية أمير المؤمنين عليه السلام أن أخرجوني إلى الظهر فإذا تصوبت أقدامكم واستقبلتكم ريح فدفنوني وهو أول طور سينا ففعلوا ذلك الثاني وسبعون المدينة الثالث وسبعون البقيعة مع فاطم عليه السلام قالوا أول من حوله من قبر إلى قبر أمير المؤمنين علي عليه السلام حوله ابنه الحسن عليه السلام نقاله الحسن بن علي عليهم السلام إلى المدينة إن الحسن بن علي عليهم السلام حمله بعد صلح معاوية والحسن عليه السلام فدفنه بالمدينة وقالوا دفن عليه السلام بالبقية مع فاطمة بنت رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله المهندس الصخي الحسني والآن شكرا